اليوجا اليوجا من الموضوعات اللي نقدر نقول عنها انها متصدرة الترند طول الوقت دائما هتلاقي الناس بتتكلم عنها وبتسأل عن كتير من حاجات المتعلقة بيها اليومين دول مع ارتفاع درجات الحرارة والصيف والحر والضغوط اليومية الطبعية بقى فيه كلام كتير قوي عن استخدام تمارين اليوجا عشان نتقاوم كل الضغوط اللي بنعدي بيها خلال يومنا ولانه معظم الناس مش قادرين لسه ان هم يستوعبوا ان اليوجا هي رياضة ورياضة مهمة جدا كمان قررنا اننا نفهم اكتر النهاردة عن اليوجا واضفتنا النهاردة كمان قدرت انها تساعد الناس في ان هم يمارسوا اليوجا اونلاين عشان يقدر كتير مننا انه يستفيد منها منورنا النهاردة قارما التوخي مدربة اليوجا ازايك يا كارا؟ ازايك؟ عملة ايه؟ الحمد لله كويسة؟ الحمد لله انا مبسوطة ان انتي معايا واول حاجة انتي قلتها قبل الحلقة على طول مدربة اليوجا معتمدة يعني ايه مدربة اليوجا المعتمدة؟ انا مدربة اليوجا معتمدة من اليوجا ألاينس دي بتكون بعدد ساعات فانا درست 250 ساعة فدي شهادة معتمدة في اليوجا اوكي طيب فيه ناس كتير قوي ما بتفهمش يعني ايه يوجا او ما يعرفوش عنها كفاية وانا واحدة منهم بصراح يعني انا بعدين بعد شوية اكتشفت من الناس صحابي كتير جدا ان اما بيروحوا يعملوا يوجا ويقولوا يده تمارين ونفس وعضلات وليونة دي حقيقة فعلا يعني ايه يوجا؟ يوجا هي جاية من كلمة يوج باللغة الهندية القديمة بمعنى واحدة اتحاد الروح والقلب والعقل مع بعض احنا طول الوقت بنكون عايشين بنجري وبنشتغل نسين نفسنا بنبقى جسمنا ده عبارة عن بيت بس هو العقل والروح في كل واحد في حتة فاليوجا بتجمعهم مع بعض علشان اوصل لنفسي الحقيقية او السلام الداخلي اوكي اليوجا بتسعيدني ان انا اعمل ده ده الروح؟ اه كلها مع بعضها هي كلهم مرتبطين ببعض